اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والتي يتم ارسالها بشكل مبكر وسري إلى كبار المطورين والناشرين كنوع من الاستشارة وتلقي الفيدباك الأولية للتعديل والتحسين الوثائق تكشف أيضاً كيف تحول تعامل سوني مع استوديو موجانك بعد أن تم الاستحواذ عليه من قبل شركة مايكروسوفت لكن تم تغطيط كثير من البيانات التي توضح ذلك ربما تحجب سوني مطوري اكتيفج من التعرف على البنية الأولية والتي يتم ارسالها إلى المطورين في المراحل الأولى نتوقع أيضاً أن لا يكون هناك نسخة مطورين ديف كيت من جهاز بلاي ستيشن سيكس تصل إليهما بينما سيتم التعامل معهم ضمن المرحلة الأخيرة من إطلاق جهاز الجيل القادم تأتي هذه الخطوة في إطار حفاظ سوني على السرية التامة للتقنيات والابتكارات التي تضعها في أجهزتها الجديدة وحجبها على المنافسين في المراحل الأولى من بدء تقديم أجهزة الجيل القادم خوفاً من اقتباسها أو تقليدها من قبل المنافس أحد الصحفيين العاملين في موقع اكسيوس قال عبر حساب الخاص على تويتر العام الماضي أن أكتيفجين كانت على اطلاع كامل بشكل مبكر على جميع التقنيات المبتكرة التي تواجدت في جهاز بلاي ستيشن فايف من ضمنها تقنيات وحدة التحكم دول سينس الجديدة من أجل ضبطها بشكل جيد مع ألعاب كولف ديوتي بالطبع هذا لن يحدث مع الجيل القادم في حال أصبحت أكتيفجين جزء من مايكروسوب والذي ستتضح معانمه خلال الأشهر القليل القادمة يأتي ذلك في خضم محاولة لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية الحصول على قرار أولي من المحكمة لمنعت من صفقة الاستحواذ هذه في ذات الوقت تسعى مايكروسوفت وأكتيفجين للوقوف ضد محاولات اللجنة الفيدرالية إذا عجبكم المقطع لا تنسون لايك والاشتراك بالقناة تفعيل زر التنبيهات وفي أمان الله